بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بيكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أحد المركبات اللي عاملة دربك كتير في الفترة الأخيرة الدروميكس هل أستخدم دروميكس ولا ماستخدمش دروميكس وإيه هو الدروميكس وإيه فايدته للأشجار متسقطة الأوراق عندنا مرحلة مهمة جدا يا جماعة بتمر بيها الأشجار متسقطة الأوراق وهي طور السكون ودي أحد الأطوار الهمة اللي لازم الشجرة تمر بيها عشان بعد كده تدخل في مرحلة أو في طور النمو النشط بشكل طبيعي وتديك الإنتاجية أو تديك النموات النموات القوي وتديك الإنتاجية المثالية اللي حضرتك ماشي بهايه بقى دي ظاهرة يا جماعة ظاهرة طبيعية في الأساس يعني حضرتك لو ماستخدمتش أي محاجات من المحفزات أو المصبطات النبات كده كده هيمشي بمراحل نمو الطبيعية في طور السكون هيدخل في طور السكون في طور النمو النشط هيبدأ يكسر طور السكون في المعاد المناسب لخروج البراحم دون تدخل منك في أي حاجة ونركز يا جماعة في الكلام ده عشان يفرق معاك كتير جدا في بقية الحلقة بتاعتنا يعني حضرتك النهاردة بتقول إن الديروميكس ده ممكن ما رشوش أيوة ممكن ما ترشوش طب الأساس عندك أصلا في الديروميكس بيعملك إيه؟ هم حاجة جماعة أنك تبقى عارف المركب اللي أنت هترشو ده بيعمل إيه في الأساس يبقى الديروميكس ده بيعملك إيه؟ أول حاجة بيساعد في التبكير من خروج البراعم وتفتيح العيون بقى بيساعدنا في إيه؟ في التبكير من الكلام ده كمان بيعملك عملية انتظام للبراعم على السيقان السمارية وبيعملك عملية انتظام في التزيير ويبقى عمدك سيمتريا في التزيير والبراعم اللي موجودة عندك على القصبات السمارية تمام؟ ده الفايدة بتاعة الديروميكس طب إيه هو الديروميكس ده؟ الديروميكس ده يا جماعة عبارة عن مادة اسمها سيناميد الهايدروجين طب بيعمل إيه الديروميكس ده؟ أو الأساس في شغله إيه؟ أحب أقول لك الأول التركاية بتاعة كسر طور السكون يعني إيه؟ النبات هنا يا جماعة بيبقى واقف العصارة إلى حد ما بتكون وقفة والنبات شغال إلى حد ما من المواد الكربوتوريتية اللي موجودة جواه شغال ولكن مش بشكل كامل أو مش بتقطه الكاملة فهنا الديروميكس بيعمل إيه؟ أو الأساس عندك إيه في بطول السكون الأساس عندك بيبقى بعض المركبات الهرمونية زي الأبسيسيك أسد وده الهرمون المسؤول عن تنظيم تنظيم تساقط الأزهار والأوراق ده اللي هو إيه؟ الأبسيسيك أسد لغاية هنا كده الشجرة بتاعتك فيها نسبة كبيرة من الأبسيسيك أسد وده اللي موقف العمل عندك طيب تعمل إيه؟ نشوف بعض المركبات اللي هتبدأ تأثر على الأبسيسيك أسد ده اللي موجود داخل الشجرة وتقلل لي أو تعمل على تقليله أو اختفاءه من الشجرة اللي موجودة عندك طيب ده بنيبوا منين؟ بيبقى عبارة عن بعض الأحماض الأمينية اللي تكلمنا عليها قبل كده زي جولوتامك وجليسين وسيستين ودول قلنا لهم دور مهم جدا في مرحلة المجموع الخضري وإنه هو يديك مجموع خضري كويس يبقى الثلاث أحماض أمينية دول مهمين جدا إضافة إيه؟ إضافة إلى السيتوكينين وإيه؟ الأوكسين يبقى عندك هنا الأبسيك أسد ده هرمون مسؤول عن تنظيم تساقط الأوراق والأزهار وعندنا الهرمونات المسؤولة عن النشاط بتاع النبات بشكل عام اللي هي إيه؟ السيتوكينين وأوكسين والجبرلين طب أنا هنا أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أقلل من نسبة الأبسيك أسد اللي موجودة في الشجرة اللي موجودة عندي ليه؟ عشان يبدأ لأن الأبسيك أسد الجماعة بيمنع أو بيقلل من نمو الهرمونات الأخرى اللي هو الأوكسين والسيتوكينين طيب نعمل الكلام ده إزاي؟ عن طريق رش بعض المركبات الهامة اللي هتخلي الجلوتامك وتخلي الجليسين وتخلي السيستين يتحدوا مع بعض عشان يكونوا لبعض المواد الهامة اللي بتقلل منين من الأبسيك أسد ده المادة اسمها إيه؟ جلوتاسيون المادة دي يا جماعة الجلوتاسيون دي بتبقى عبارة عن اتحاد الثلاث أحماض أمينية اللي احنا قلناهم دول مع بعض والمادة دي هنا بتبقى مسؤولة عن اختفاء أو التقليل من نسبة الأبسيك أسد اللي موجودة عندك في الشجرة واللي بيتعارض نمو الأوكسينات والسيتوكينات وهنا بتدي فرصة للأوكسينات والسيتوكينات إن هي تنتج داخل النبات بشكل طبيعي زي ما قلنا قبل كده وهنا يا جماعة يبدأ عندك تفتيح العيون وخروج البرائم بشكل طبيعي جدا يبقى الأساس عندك يا جماعة زي ما قلت لك اللي هو الأوكسينات والسيتوكينات والأحماض الأمينية المتحدة مع بعضها اللي هما الجلوتاميك وجيليسين وسيستين ودول بيكونوا لك المادة الجلوتاسيون اللي احنا قلنا عليها واللي دي مسؤولة عن تقليل نسبة الأبسيسك أسد في الشجرة اللي موجودة عندك وبالتالي هتدي فرصة للهرمونات النشطة إن هي تشتغل داخل الشجرة وبالتالي تبدأ العمليات الحاوية تشتغل داخل الشجرة بشكل منتظم أو بشكل طبيعي ويبدأ عندك تخريج العيون بشكل طبيعي طيب حضرتك ممكن عايز ترش أي محفزات غير الدروميكس ممكن ترش أي محفزات غير الدروميكس اللي هما إيه اللي هما إحنا اتكلمنا على اليوم واللي دايما بيحفزوا الشجرة بتاعتنا يبقى لسا عندك إيه في تخريج العيون واللعبة كلها والتركاة كلها اللي هو إيه الهرمونات النشطة وخاصة إيه الأكسينات دي اللي لها الدور الأساسي الأكسين ثم السيتوكينين ثم الجبرلين دول يا جماعة تلات هرمونات النشطة مع إيه مع الأحماض الأمانية اللي احنا ذكرناها نقطة بقى مهمة أولا يا جماعة لو حضرتك دلوقتي عايز تستخدم الدروميكس مفيش أي مشاكل مش عايز تستخدم الدروميكس مفيش برضو أي مشاكل لكن المعاملات اللي هقول هلك دلوقتي دي لازم تحطها في الاعتبار سواء أنت كنت هتستخدم أي مركب من المركبات اللي احنا قلنا عليها وتشتغل بشكل علمي وبشكل طبيعي وما تستخدمش الدروميكس عشان برضو مشاكل الدروميكس اللي بتحصل ممكن الدروميكس يا جماعة لو أنت رشيته بشكل خاطئ أو استخدمته بشكل خاطئ لأن دي مادة حارقة ممكن تعمل لك مشاكل للعامل اللي بيرش ممكن تعمل لك مشاكل على البراعم اللي موجودة عندك وممكن تحرقها لك لو حضرتك البراعم اللي موجودة عندك كانت جفة يبقى أهم حاجة عشان تتفادى المشاكل دي كلها يبقى أنت ترش بالشكل الآمن المركبات اللي احنا قلنا عليها طيب لو أنت هترش ده ولو أنت هترش ده أو الأول دول ودول بيعملوا لك إيه الفكرة في الأساس إذا كنت هترش رشيت دروميكس أو هترش رشيت تانية الفكرة أنه بتعمل إيه أنت عندك العصارة أو الماء إلى حد ما بيكون مرتبط فيه داخل السيقان أو داخل النبات بيبقى عبارة عن ماء مرتبط جامد فأنت بتبدأ ترش المركبات دي تبدأ تحرق لي العصارة اللي موجودة داخل النبات وبالتالي يبدأ أن النبات يشتغل فيه عملياته الحاوية كمان المواد اللي بتعمل إيه بتعمل على حرق الطبقة الحرشفية اللي موجودة على البراعم من فوق وبالتالي بتصرع من عملية تخريج العيون يبقى الثاس عندك يا جماعة ودي التركاب بتاعتك طب لما تيجي ترش دروميكس ترشه إزاي لو أنت هترشه الدروميكس يا جماعة يرش بمعدل 5% وده كتير جدا وهيبقى تكلفة عليك الدروميكس يا جماعة عشان ترشه لازم يكون الوسط بتاع محلول الرش وسط حامضي وبرضو نفس الحكاية بالنسبة لأي مركبات أخرى تحاول إن يكون الوسط عندك وسط حامضي يبقى لو أنا عايز أرش الرشة بتاعي تكسر طول السكون وأرشها بالشكل المزبوط يبقى أنا هرشها إيه في وسط حامضي أخلي محلول الرش اللي عندي وسط حامضي يعني من 5 إلى 6 البيتش بتاعك يكون من 5 إلى إيه إلى 6 طيب هترش وتتعدل البيتش إزاي هتحط الستريك أسد أو ملح اللمون على محلول الرش قبل ما تضيف المركبات بتاعتك هتحطه بمعدل قد تحطه بمعدل 300 جرام أو 250 جرام على 200 لتر مية يعني بمعدل تقريبا 1.5 جرام لكل لتر مية يبدأ يخفض معاك بيئتش محلول الرش عشان تاخد أعلى كفاءة من محلول الرش اللي حضرتك بدروش دي نقطة النقطة التانية يا جماعة والنقطة المهمة في الفترة دي لما بتيجي تكسر طول السكون أو بعد أو ما بتيجي تشتغل على طول السكون أهم حاجة إنك تدي دفعة كويسة من المية تروي النبات راي جيد قبل ما تروش الرش دي بيومين أو بتلاتة على الأكثر طيب الانتهاء بتتابع المية عفوا اللي موجودة عندك من الأخطاء الكبيرة إنك تدي المية دي كلها مرة واحدة ممكن تعمل لك مشاكل كبيرة إحنا طلعين من طول السكون فهتبدأ تتعامل مع الشجرة واحدة واحدة يعني إيه واحدة واحدة هتبدأ تدي مثلا ساعتين أو ساعتين ونص مية بها كي تزود شوية يعني في خلال يومين تلاتة تكون ديت كمية مية كويسة قبل عملية رش الدروميكس أو قبل عملية رش المركبات اللي إحنا قولنا عليها سواء كانت الأحماض الأمانية اللي هي هتكون لمادة الجولتاسيون أو السيكولكسينات والسيتوكينات مع اليوريا وبعض المركبات الأخرى يا جماعة اللي هتفرق معاك كمان زي الزنك من العناصر الهامة كمان في المرحلة دي تمام تكون راوي الأرض بتاعتك كويس ويكون في نسبة رطوبة كويسة ليه؟ كمية المية اللي هتديها دي بتساعد على انتفاخ البراعم فهنا بيكون القشرة اللي فوق سهل هنا ان هي ايه تتهتك أو تتفتح ويبقى يديك نمو أسرع أو خروج سريع للعيون اللي موجودة أو للبراعم اللي موجودة على السيقان بتاعتك ده كان موضوعنا النهاردة ودي كانت التركية بتاعت الديروميكس يعني ممكن ترش ديروميكس ممكن ما ترش ديروميكس خالص مفيش اي مشاكل وممكن ما ترشش اي نوع من انواع الحاجات اللي احنا قلنا دي وهتلاقي الشجرة ماشية معاك بشكل طبيعي جدا قبل كده يا جماعة من 15 سنة ومن 20 سنة ما كانتش فيه الكلام ده والشجرة كانت بتخرج طبيعي جدا مفيش اي مشاكل خالص ولكن انت تبدأ تتعامل مع الشجرة بعد كده فانك انت تزود من عدد العيون اللي موجودة عندك وتتعامل مع النبات اللي موجودة عندك بشكل كويس وتبدأ تشتغل على مجموع خضري وتشتغل على مجموع زهري وتشتغل على مجموع سامري عشان تاخد اعلى انتاجية من التكعيبة اللي موجودة عندك او من عدد الاشجار اللي موجودة عند حضرتك يبقى اهم حاجة انك تبقى عارف الاساس في استخدام المركب ده ايه المركب ده بيعمل ايه انتري المادة الاساسية الآذية. وفيه كلام ك يحرق لك العيون اللي موجودة او البراعم اللي موجودة عندك ممكن يحرقها الكلاب البراعمه الا براعم جفه. يبقى الاس عندك يا جماعة اول حاجة هتعملها تفحص منطية الجذور كويس وبعد لك هتبدأ تدي المية بتاعتك شوية عشان المية دي هتساعد في انتفاخ البراعم اللي موجودة عندك على السيقان وبالتالي لما ترش اي رشة اللي هتساعدك في التبكير من تفتيح العيون هتفرق معاك كتير جدا في تخريج العيون بشكل منتظم يبقى لأس عندنا ايه انك انت المواد دي بنرشها عشان نبكر او نصرع من عملية ايه تخريج العيون والبراعم بتاعتنا ده كان موضوعنا النهاردة جماعة عن الدروميكس وهل ممكن ان احنا نستغل عنه ولا لا اتمنى اكون قدمتلكم معلومة مفيدة من النهاردة واتمنى انكم تشارككم في القناة وعلى زر الجرس شكرا حضراتكم تحياتي